الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضم عليهم على الظالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتمدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقا لهم إن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من هنسا فكلوه هنيئا مليئا ولا تأتوا السفاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يدروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وإن نساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارغوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلون ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبوين كل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثا أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصر ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين وإن كان لكم ولد فلأمه الثلثون مما تركن من بعد وصية يوصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكم لواحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري منها تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعند حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدين فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البلود حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتين يأتين منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعلموا عنهما إن الله كان توابا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس دي التومة للذين يعملون السيئا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاعشة مبينة وعاشروهن بالمعلوم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدعل الله في خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن خطارا فلا تأخذوا من شيئا أتأخذونه بوتانا وإذما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم إذاقا وليضا ولا تنكحوا ما لك حاباؤكم من النساء إلا ما خلس له إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم والنات دخلتم منهم فإن لم تكونوا دخلتم من فلا جناح عليكم وحلاء وابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين المختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورا فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضا إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المصلاة المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذ أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أرصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نزف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويأتيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْكُلُوا أَمْغَانَكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَعْتُمُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِئِ نَارًا وَكَالَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُمْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُرْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلْرِجَالِ نَصْيبٌ مِمَّا اتَّسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصْيبٌ مِمَّا اتَّسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْرِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّهَ جَعَلُنَا بَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصْيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب إما حافظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وأهجروهن في المراجع وغلبون فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينيما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالواردين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجال ذي القربى والجال الجنب والصاحب للجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا وفخورا الذين يمخلون ويأمرون الناس بالبغل ويبتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم للا الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساقرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما غلقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرا وإن تبع حسنة يضاعفا ويؤتي باللدن أدرا عظيما فكيف إذا دلنا من كل أمة شهيد ودلنا بك على أرداء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعسوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يبتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقرموا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء أَفَلَمْ تَجْدُوا مَاءًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ أُوتُونَ صِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَغُونَ الضَّلَانَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظِلُوا السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا محرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا للا بأنسن دين وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم أقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الزلد وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك من الله فقد افترى إذما عظيما ألم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يغنبون فتيلا أذر كيف يفترون على الله الكذب وكفى بإذما مبينا ألم ترين الذين أوتون صيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطراغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن بي ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النارا كلما نضيت جنودهم مدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا واعملوا الصالحات سندخلهم جنات تبري من تعدها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهليا وإذا حكمتم بين الناس بالعدل إن الله لعما يعدكم به إن الله كان سبيعا مصيرا إن الله كان سبيعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والجوم الآخر ذلك خير وأحسن تهليلا ألم ترين الذين يزعمون أنهم آملوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد أمنوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدرون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيعلفون بالله يعلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعلم عنهم معذهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولا مليغا وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا كفا واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرلا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديانكم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعذون به لكان خيرا لهم أشد تثنيتا وإذا لا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليضطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك علمتكم بينكم بينه مودة يا ديتني كنت معهم فأفول فوذا عظيما فلن يقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقدل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصدرعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم يهوى وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطارت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم وما قيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فليق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشل خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أدل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقعون حديثا ما أصابك من حسنتها فمن الله وما أصابك من سيئتها فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمتونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا والذين كفروا والله أشد مأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو نجمعنكم إلى لوم القيامة لا غيب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فيتين والله أركزهم مما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله بإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث ولدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر الصدور من يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتذنوكم فلم يقاتلوكم ما لقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتذنوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديكم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتذنوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظوم عليهم على الظالمين وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة وديمة مسلمة إلى آنه إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو منكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم بينهم إذا قموا فديت مسلمة إلى آنه وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شارين متتابعين توبة من الله وكان الله علما حكيما ومن يقض المؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا طلبتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أنقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعيد الله مغالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فأن الله عليكم فتبينوا إن الله كان لما تعملون خبيرا لا يسمع القاعدون من المؤمنين غيرون الضغر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم إن أنفسهم على القاعدين دردا وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما دردات منه ومغفرة ورحمة وكان الله رفورا وكان الله رفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائبة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنم سوعة قالوا ألمتكم أرض الله واسعة فتؤاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المصر وعفين من الرجال والنساء والمدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفوا عنهم وكان الله رفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يلد في الأرض مراربا كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته واجرا إلى الله ورسوله ثم يدعك الموت فقد وكعجبه على الله وكان الله رفورا رحيما وإذا قربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خبتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فانتكم طائبة منهم معك وان يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم من تأتي طائبة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وان يأخذوا حذرا أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وانتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطل أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قرأتموا الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمعناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخطانون أنفسا إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذ بيدون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يسوفر الله يجد الله رفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرميه بريئا فقد احتمل بوتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم تصائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إسناح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء برضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاطئ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل غلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم ولأمرنهم فليبتقن هذا الألعاب ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فسرانا مبينا يعدهم مجمنيهم ما يعدهم الشيطان إلا برورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا عمل الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله طيلا ليس بأمانيكم ولا أماني آل الكتابا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نسيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ثابا ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يذنبون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مصن واتبع إلة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفثونك في النساء قل الله يبتيكم فيهن وما يتنى عليكم في الكتاب في يدام النساء التي لا تغطونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقومون اليتاما بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت منها بعدها نشوزا أو يعراضا فلا جناح علينا أن يصنع بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتدروا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقا وإن تصلحوا وتدروا فإن الله كان رفورا رحيما فإن يتفرقا يغل الله كلا من سعده وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصعنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعيد الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصر شهداء لله ولو على أنفسكم أم الوالدين والأقرمين إن يكن وليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعونها فتعدلوا وإن تنموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا اللهم الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستازع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يضرب صورة بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يعكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين عجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تمت يدعى أبي لهبه وتم ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا ذات لهبه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد أهو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أهو الله الصمد أهو الله الصمد شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة